بدورها حذرت الأمم المتحدة من أن هجوماً إسرائيلياً على مدينة رفح الفلسطينية يلوح في الأفق القريب مضيفة أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستغل التقدم التدريجي في إدخال المساعدات للتحضير أو تبرير عملية ونشد أنطونيو جتيرش الأمين العام للأمم المتحدة الدولة صاحبة النفوذة لدى إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع أي هجوم إسرائيلي على رفح مشيراً إلى أن تقدماً تدريجياً أحرز نحو تجنب مجاعة من صنع إنسان يمكن تفاديها كلية في شمال قطاع غزة ودعى جتيرش إسرائيل إلى الوفاء بتعهدها بفتح المعبرين إلى شمال قطاع غزة حتى يتسنى توصيل مساعدات مباشرة من نيناء أسدود الإسرائيلي والأردن وسماح وصول المساعدات بسرعة وسلامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع